اصدقائي صديقاتي كريمة سمني تحييكم وترحب بكم في الحلقة الحادية والثلاثين داي سانجو إكا من سلسلة دروس تعلم اللغة اليابانية تتمحور دروسنا حول تمثيلية تحمل عنوان اليابان حبي وفي كل حلقة من التمثيلية تعبير رئيسي تحفظونه ذهب ليو وأكي ابنة أستاذه ماساكي إلى مطعم لتناول الغداء معا بعد تدريبات الأيكيدو ونتابع اليوم الحوار الذي در بينهما في المطعم استمعوا إلى الحوار التالي إليكم الآن معاني الجمل كيف كان مركز التدريب الرئيسي في أول حضور لك دهشت من مدى جدية الجميع التدريب قاس ولكن الأساتذة طيبون جدا هذا صحيح حقا والآن بعد أن عرفتم معاني كل جملة استمعوا إلى الحوار كاملا مرة أخرى كيف حدثت؟ هجمتنا هونبو دوجو مناسانの شنكينسةに أدرك ماشتا كيكوة كبشي كدو سنسيغتا وطتم إي حتتاتي هونطو ني سو دسنة والآن إليكم تعبير اليوم إنها الجملة الرئيسية التي أريدكم أن تحفظوها فاستمعوا جيدا وهي تقرأ عليكم بالقراءة البطية سو دسنة تعبير اليوم هو سو دسنة هذا صحيح أو أتفق معك أعتقد أن أي شخص سبق له التحاور مع ياباني سمع هذه الكلمة أكثر من مرة فهي كلمة تستخدم بكثرة في أي حوار إنه أبسط أسلوب للتعبير عن الاتفاق مع المخاطب في الرأي وهو من التعبيرات الأساسية في أي حوار ويمكن تأكيد الاتفاق في الرأي بإضافة الكلمة هونطو ني أي حقا كما جاء في حوار اليوم هونطو ني سو دسنة وهناك أيضا من يضيف الكلمة تاشكاني أي فعلا فيقول تاشكاني سو دسنة إن التعبير عن الاتفاق مع المخاطب في الرأي من أهم الأدوات التي تساعد على التحاور السلس والممتع لذا أرجو أن تحفظوا تعبير اليوم جيدا اليابانية في كلمتين إنها الفقرة التي نخصصها لمن يريدون إثراء معرفتهم لأساليب التخاطب اليابانية تعبير اليوم هو هذا صحيح أو أنا متفق معك وهناك تعبير مشابه وهو ولكن طريقة استخدامه مختلفة تماما لذا أرجو أن تنتبه جيدا سو دسنة يعبر عن الاتفاق مع المخاطب في الرأي مثلا إي تنكي دسنة التقس جميل والرد يكون سو دسنة أما سو دس يو فهو للرد بالإيجاب على سؤال عن معلومة لم تكن معروفة من قبل أو لتأكيد تلك المعلومة مثلا هل ميكا غير متزوجة؟ وإذا كانت فعلا غير متزوجة الرد يكون هاي سو دس يو وعندما قالت أكي في الحوار إن التدريب قاس ولكن الأساتذة طيبون جدا إذا رد ليو قائلا هاي سو دس يو يكون الرد في غير محله فأكي أعلم من ليو عن المركز الرئيسي للأيكيد وأساتذته والرد الصحيح هو كما جاء في الحوار سو دس نة وفي النهاية دعونا نستمع للمرة الأخيرة إلى حوار اليوم في تمثيلية اليابان حبي بهذا وصلنا إلى نهاية الدرس وحتى الدرس القادم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر